كابتن تامر بنقل تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك من هنا من استاد مولين عرب حيث لقاء مصر للمقصة والإسماعيلي فرقتين بيبحثوا عن الفوز التاني لهم في مصابقة الدوري العام نالى فريق المقصة حصة تدريبية تحدث من خلالها كابتن إهاب جلال التمركز الصحيح للخطوط الدفاعية يجب أن يكون متواجد الليلة استغلال كل الفرص المتاحة والتركيز والإخلاص إلى آخر دقيقة في الملعب ونرغف في سلاس مموريات غيابات المقصة مودي وعبدالله مجدي وعاصم سعيد مودي للإيقاف وعبدالله مجدي وعاصم سعيد وعمات فتحي للإصابة يدخل التشكيل كوكو حارس المرمى بدينا لمحمود حمدي وأيضا مفتاح تقطع نجم نادي مصري السابق ونجم مصر المقص على الجانب الآخر حضر الإسماعيل ليلة أمس إلى هنا إلى القاهرة وتحدث كابتن أبو طالب العسوية مدير الفني المؤقت لنادي الإسماعيلي لدينا غيابات مؤثرة كبيرة جدا في مباراة الليلة وشرح نقاط القوة الضعف في صفوف فريق مصر للمقصة وقال نأمل أن يكون مباراة على أعلى مستوى من قبل لعبي النادي الإسماعيلي غيابات الإسماعيلي أحمد أيمن وعبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي حضر فريق الإسماعيلي إلى الملعب قبل فريق مصر للمقصة ثم أتى فريق مصر المقصة منذ حوالي ساعة تقريبا هم الآن داخل غرف خلع الملابسة جو كورة ولا يوجد جماهير داخل المدرجات هذا كل ما لدينا من هنا من أستاذ المقاولين العرب إلى أستاذ مصر والكلمة إليك